ليس لدينا الكثير من الوقت سيد المدير العام إذن لنتخل في الموضوع باشرة أولا نود ونتحدث عن تركيا وسوريا والأوضاع المساعدات التي تصلهم والصعوبات لإيصال المساعدات إلى مناطق محددة من سوريا وأي شيء آخر ترغبين بأن يحصل أنا أتعاطف بالكامل مع سكان تركيا وسوريا التي تضرر كثيرا بالهزة الأرضية التركيز على سوريا لأن البلاد عانت كثيرا لفترة طويلة جدا والآن هذه هي لحظات علينا جميعا أن نقف فيها إلى جانب هؤلاء الأشخاص الذين واجهوا كل هذه الكوارث ولتحريك ونقل المساعدات بشكل أسرع وإيصالها إلى منهم بمسي حاجة إليها وهذه هي مسؤولية المجتمع الدولي ليعمل كواحد كما أقرأ الأمور الأمم المتحدات تفكر في رفع بعض القيود أو العقوبات وفتح بعض الحدود كل هذه إجتماعات تستغرق الساعات لم تكن أيام بينما أشخاص موتون الآن وفي نفس الوقت يجب أن تتم بأشكال مختلفة فكيف تنسقون بين كل هذه الأمور من خلال التركيز على ما هو أهم وهم الأطفال والنساء والرجال الذين هم بحاجة إلى المساعدة لا شيء يمثل عائقا عندما تمضي قلوبنا في الاتجاه الصحيح وتكون في المكان المناسب أنا كنت مفوضة المساعدات الإنسانية لا يسعوا الأشخاص أن ينتظروا أياما عندما يكيديهم الماء أو الطعام أو الماء